اليوم سوف نتعرف على طريقة كيفية حل مشكل تغيير كلمات المرورة على تطبيقك الخاص تيكتورك ما عليك أن تقوم بفعله هو أن تقوم بالضغط على الضغط الإعدادات هنا ثم سوف يقوم بأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا بعدها سوف تقوم بالنزول للأسفل تضغط على التطبيقات نأتي إلى نافذة تطبيقات الخاص بك في هذه القائمة بعدها سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل هنا للبحث عن تطبيق تيكتورك سوف تقوم بالضغط هنا على تيك توك ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق تضغط على إيقاف إجباري تضغط على موافق ثم سوف تقوم بالنزول للأسفل تضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين تضغط على مسأل تخزين المؤقت ثم بعدها سوف تقوم بإطفاء وتشغيل الوي فاي الخاص بك لكي يقوم بتحديث التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر